أبدأ مع حضراتكم جولة في أهم التقارير اللي أعدها لينا مرسلو إكسترانيوز البداية بحديث عن منطقة الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بتمثل المتنفس الترفيهي لمحافظة القاهرة بالكامل المزيد من التفاصيل سنتابعها مع زميل إبراهيم عسد أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام من داخل منطقة الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية هذه المنطقة التي تتزين وتتوسط العاصمة الإدارية الجديدة وتربط جميع الأحياء بعضها ببعض نتحدث إلى حضراتكم حول العديد من الخدمات والتفاصيل داخل هذا المكان بداية بيئة النهر الأغضر الذي يصل طوله إلى 2000 فدان بطول 35 كيلو متر ويربط جميع أحياء العاصمة الإدارية الجديدة بعضها ببعض كما ذكرنا وتأتي فكرة هذا النهر كفكرة نهر النيل الذي يشق مصر من جنوبها إلى شمالها أما هنا النهر الأخضر يخترق هذه الأحياء من الشمال إلى الجنوب نتحدث أيضا مشاهدين عن ربط جميع الجامعات والمدن بالعاصمة هناك ساحات قدراء كبيرة في الأحياء السكنية المختلفة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة ويوجد ممشى خاص من كل حي يؤدي ويوصل إلى هذه المنطقة إلى منطقة الحضائق المركزية وتحديدا هذه الحضيقة هي حضيقة الاحتفالات القبرى هنا في العاصمة الإدارية الجديدة نتحدث أيضا مشاهدين أن هناك شبكة متكملة من ممرات المشاه والدراجات كي يستمتع المواطنون بالتجول هنا داخل هذه المنطقة في جميع الأماكن كما يوجد أيضا بحيرتان صناعيتان وبتشهد ألعاب مائية كل هذا للطرفيه أما عن البوابات التي يستطيع المواطنون الدخول لهذه المنطقة نتحدث عن 36 بوابة لمنطقة الحضائق المركزية هناك مصار للجري هناك مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة هنا في هذا المكان الذي يتوسط يعني عاصمة الجمهورية الجديدة بالإضافة إلى مشاهدة جميع المعالم الأساسية والرئيسية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة كي منطقة الأبراج والمال والأعمال وأيضا الأحياء السكنية R3 و R5 وعدد كبير من المعالم الرئيسية للعاصمة كي تكتمل الصورة بعض الشيء الصورة اختلفت تماما من حيث نسب الإنجاز ونسب التنفيذ في المشاريع المختلفة هنا من العاصمة الإدارية الجديدة كنا مع حضراتكم ونحن هنا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة كي نرصد هذا المشروع الضخم والكبير الذي يوفر مئات وآلاف فرص العمل لأهالينا في جميع محافظات الجمهورية شكرا لحضراتكم على المتابعة أما الآن سنعود مجددا إلى الزملاء في الستوديو